وبحول الله وقوته وقفات مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريب أي في قلة من الناس ولما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى جبل الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فاستغرب المشركون وتعجبوا من هذه الدعوة فقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وأصل الغريب هو البعيد لشان كده أقول لك ده مغترب فلا مغترب واغترب ودي المغتربين فالاغتراب هو البعد زول يخلي بلده يهاجر هناك الصوفي يغترب منه إلى السعودية ويصرفوا لهم رتب الريال يمج بهناك محترم نفسه جدا لا بنادي أبو الشيح ولا معلق له تميمة ولا معلق له ودعة ولا في حولية ولا في ليلية ويضرب في الكبسة ويضرب في الجداد ويضرب في الرز أول ما يجي خذتك ورعه في برسودان يقول لك الله يسخط الوهابية ما ألوم الوهابية يقول لك والله ما بحب الرسول ما بحب الرسول ولا يتا ما بتحب الرسول ويقول له كذب وافتراء لأن المملكة رافع التوحيد فوق وفتز يبوك الشيخ ده البرعي وده زول ساحر وزول كاهن وزول مجرم من أئمة الضلال في هذه البلاد الكلام ده ما بختلفه فوقه اثنين سلفين اثنين من السلفين ما بيختلفوا في الكلام ده اللهم إلا المرضانين من الأخوان المسلمين أدباع صيد قطب وحسن البنة وعبد الحي يوسف وغير من الأخوان المسلمين في البلد يقول لك لا كما قال عصام البشير كما أفاض شيخنا البرعي في قصيدته مصر وزكر الشعراء وزكر الأدباء وزكر النسوان وما عدم الرجال ساكن كان هذه النسوان قالوا ما تنسى شعوانا شعوانا ديشنو فالمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا كثير من الناس واللالة نفس المعنة دا تجد لكل من يعارض الدعوة السلفية دعوة التوحيد تقول لي يا أخي إذا كان صوفي تقول له خلي أبوك الشيخ عبد الرحيم الزريبة أهلكه الله وعليه من الله ما يستحق خلي أبوك الكباش خلي المكاشف خلي الصائم ديمة خلي الركان ما بيضى قل لك نخلي دي نبواتنا كله ونسمع كلامك كتا قالوا هي هيبي زي ما قاعد يقول حامد المجرم الذي كسر ونجم وألجم بفضل الله وقوتي وحميدا برضو اتمسح والشغل ما شاء اللي زاريك جاي كل مرة من اجدحس النار إلى واحد نجر ندخل جوه تأخذ جوه بتعرف الحاصل إلا بس الله بس زي ما يقوله ربنا يقدر نليم فيك في محل طوالب نجدع لك السنار زي ما حميدا الدردق جبراها وخشة خشة الحلقة بقى عبرة واعظة لكل الصوفية عشان كده حمد المنتصر زائق كاب الزوغة ما داري جاصا قدر ما تجدع له الطعم ما داري بلع الطعم لكن لابد يوم تبلع الطعم ولابد يوم تنجغي فتجد كثير من الناس مستغربين الصوفي ما بيرضى الكلام في البرعي ولا بيرضى الكلام في السادة بتاعينه يقول لك ديالة ديالة بواتنا وديال عقيدتنا فيهم قوية فما بيرضى تجي للأخو المسلم بس تقول سيد قطب ساي كما قال صاحب الظلال ولا تقول سيد قطب لا الشهيد شهيد شنازون عندما سأل المجرم ساكن بليتم سب أنبياء ما حرك فيك ساكن سب صحابه ما حرك فيك ساكن شتى سلام ما حرك فيك ساكن شتى موسى عليه السلام ما حرك فيك ساكن ده شهيد ب себ descنازون ونزال فكره يعني يعتنقه فيها من الناس كثير حتى بعد أنصار السنة الآن وأنصار السنة برضو بيقول لكواركم تجي المسجد تقول بس تقول ونحذر من كل هذه الجماعات طبالب لطلك أنصار السنة إنت من الجماعة مش وإنت جماعة فلان ما تابع لأي فلان تابع للرسول عليه الصلاة والسلام وأحذر من كل هذه الجماعات وأنصار السنة أنصار السنة برشت أنصار السنة الآن أصبحت تكرم الشرك ما شفتهم كرم مرشدة طريقة السمانية ونادوا في المركز النام ولا المركز الغري فالله المستعال دهال أنصار السنة تتكلم تقول إسماعي العثمان يعني كرم الصوفية وأدى الألماني ذاك أدى الأمريكا ذاك وصحف لا إنت قلني الأدب واسئت الأدب مع العلماء منه إسماعي العثمان ده ما عالم الهواري هذا ليس بعالم عبد الرحمن الحامد ده زمان مش كان قاعد يقول لك ما تجلس في محله ويقول لك إذا إذا جلس صاحب بدعة في مكان فلا تجلس في مكانه حتى يذهب حره قيله متى يذهب حره قال بعد شهر أو شهرين وما رقل له من هنا أظن راكب له طيارتين فقلت له الكويت هناك قاعد في محله ذات ما معرفوا الحرارة انتقلت له وهو الحاصل شنو ما كان بيحذرنا من السرورية ومن التنظيم بتاع أنصار السنة بيقول يا جماعة ديل وبعض الشباب بتاعنه زمان برضو كانوا ما دعنا نجيل اسمه لأنه أصلا مغمور يقول لو اختلفت مع الهواري في مسألة فقية التنظيم كله يقوم عليك هذه التنظيمات كلها الآن ما جنينا منها خيرا الآن بيقى جوه الماليزي ذاته خاشي جوه الماليزي مبارح شفته والله يعني انت فيه كده جوه هانو طوال ما شافني دا انقرتهين عمل خاشي يا زمان ما قلت قاعد تقول لي الناس أصحاب القروج ديال الناس ديال بيقول لي كده هو كان بيقول لي كده أصحاب القروج ديال أم الآن البشتروا في الدعاة والبيضلوا للناس الآن تدخل لك بهراك شنو ها دخل لك بهراك شنو ها دعال له زينكي والله لا تكون دعال لك زينكي ولا مواسير والزولة متخصص في المواسير شفتت الزولة متخصص في المواسير فالمهم بدأ الإسلام غريبا بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا أي في قلة الآن الجماعات كثيرة بالدعوة لإسلام والمتمسكين بالسنة قليل المتمسكين بالسنة شوية لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ أي في قلة وأفراد قلة وأناس قلة يتمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وسوف تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد ما كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إتبقى من الغرباء وطوبى على قولين إما يعني قيل هي شجرة في الجنة وقيل كما قال العلامة عبيد الجابري قال هذا وعد بحسن العاقبة لهم يعني يعني تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بحسن عاقبتهم قال فطوبى للغرباء وجاءت روايات كثيرة ولكنها ضعيفة عن الغرباء منهم أرواف ضعيفة لا نحتاج إلى ذكرها المهم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أول حاجة شوف الإسلام ده التوحيد زول ما عنده توحيد ما عنده إسلام زول ما عنده توحيد ما عنده إسلام والآن الشرك منتشر ولا ما منتشر يا إخوان منتشر بكتر الصوفية يوميا قبة في قبة أول أمتين جاءتني قبة لسه دي ماتا ما بسدوا لك الفوق الرأس الفوق القنبور الفوق ده الدبوه يا باقي تحدي ساقبش يوميا القباب شغال والقبور تسرج وتعلى ودارين الوضع الصلح والذي ينشر الشرك من هم الصوفية بكافة طرقهم كل الصوفية بكافة الطرق سطروا الكلام ذا في كتبه ملا خجلان منه وتخجل تدافع عن الحق تخجل تدافع عن السنة والله شفت لو ربنا طلعنا القمر نتكلم في البرع لو مشينا أي محل لابد من كشف البرع لأن هذا الرجل أضل في آمن النص فقال وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء طوبى للغرباء أبقى من الغربة وهم قلة وهم يعني في وسط مجتمعات من يعصيهم أكثر مما يطعهم ومن يكذبهم أكثر مما يصدقهم ومن يدافع عنهم أكثر مما يهاجمهم أقل مما يهاجمهم فالمهم أم قلة إنت أبقى من القلة دي وبتنجو وبتنجو وربنا بيرفع دائرة رفعة والله الرفعة ما بين زي بقى قال لها دجال الرشاد أنا البرفع أنا البنزل أسأل التنازل البرفع التنازل تهت سبيت الصحابة وماذا ما تستغرب يتكلم في الإخوانه كده لا نتكلم في الصحابة بقى لك تاني بيرفع من زون ما بيرفع من زون ونحن ما بضم لك الصحابة إنت قلت الصحابة اقتتلوا في السلطة الفوزان في دقيقة ونص جاب لك فتوى خلتك لها في صينية للآن والله دا كل من إفرازات شفت الفتوى دي ما خلت له يحر خلت له يهضرب وهؤلاء الشباب هذا ما في شباب دا الفوزان رأيك فيه شنو قال هذا إما جاهل ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة وإن أو أو أنه عنده نوع من التشيع قال لا قال عنده إما أنه عنده نوع من التشيع ياتوا يا أدباع الدجال يضحكوا تضحك في زون سبى الصحابة والله إذا دي خيابة زون سبى الصحابة تضحك زون سبى الصحابة وقال اقتتلوا في الدنيا وإنت قاعد تضحك وتكبر تكبر على شنو سجم الرماد قاعده متحفره تف تف على منه تف على كتة الذي الرجل الذي الآن يعني تناقض وتلون وعرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف منه غيره وبعد ذي يشتف وهؤلاء السباب والله إذا افتدت قدر ما تمشي بحل تلقى لك واحد من إخواننا دين ونعم ولا ما بنفتخر بأن الدعوة السلفية هي التي سوف تنتشر وما دونها من الدعوات محكوم عليها بالفشل دعوة السلفية دماشي ولا يفت غزبا عنك ويفت لو عملت أي حاج بتمشي بتمشي فالمهم يتخليك من الغرب وأنا ما عندي كلام كثير أقدم أخونا الشيخ آدم فليتفضل مجزيهم أجوره والسلام عليكم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا